اهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من يتفكرون التفسير والتأويل مفهومان تطور عبر التاريخ الاسلامي وكان لكل منهما دلالته المختلفة في كل مرحلة من مراحل هذا التاريخ من هنا جاء اهتمام دكتور نصر حامد ابو زيد بدراسة التأويل واعاد الاعتبار له مؤكدا انه ممارسة مشروعة في الثقافة العربية المعاصرة ومعتبرا ان تجديد الخطاب الديني يجب ان يستعيد فريضة التأويل الغائبة وفي خضم تحديد ابو زيد لمفهوم التأويل المنشود لبناء خطاب ديني جديد لم يفوته نقد التأويل المعاصر متهما اياه بالتلفيقية والنفعية الايدولوجية وغيرها من التهم كيف نظر ابو زيد الى التأويل ولماذا وضع التأويل في تضاد مع التفسير ولماذا نقد التأويلات المعاصرة هذا وغيره من التساؤلات اطرح على ضيفية دكتور محمد حلمي عبدالوهاب من مصر باحث في الدراسات الاسلامية والتصوف اهلا بحضرتك ودكتور مصطفى تاج الدين من المغرب استاذ الدراسات الاسلامية والمنطق بجامعة خليفة اهلا بحضرتك هنحاول ان احنا مع بعض نجاوب على مسألة التفسير والتأويل لكن هنشوف تقرير سريع ونعود ربما كان اشتغال نصر حامد ابو زيد في التأويلات منجزه الاهم وعمود الاساسي لمشروعه الفكري وفي الوقت نفسه السبب في حملة الهجوم الشعواء التي تعرض لها وانتهت بتكفيره ودخوله في محنته المعروفة وقد ضمن ابو زيد كتابه الشهير مفهوم النص دراسة في علوم القرآن نظريته الخاصة بالتأويلات الا ان ذلك لم يمنعه من ان يطورها وينقدها ذاتيا حتى السنوات الاخيرة من حياته وامتلك الشجاعة الادبية والفكرية ليراجع بعض طروحاته لا بل ان يغير منطلقات نظرته للنص المقدس نفسه قدم ابو زيد قراءة تحليلية تفكيكية للتراث داعيا الى تجاوز القراءات السابقة للقرآن التي كانت تنظر اليه كنص واعادة قراءته كخطاب محمول على نص كما شجع على تعدد التأويلات ولم ير ضيرا في دخولها في سجالات لقد انتقد نصر حامد ابو زيد التأويلات المعاصرة واتهمها بالتلفيقية وقدم نظريته للتأويل وللمفارقة تعرض هو ذاته للنقد نفسه من بعض الكتاب والباحثين العرب حتى ان هناك من اتهمه بانه انطلق من الارضية الاصولية نفسها التي انطلق منها خصومه وبين مؤيد وناقد لابو زيد سيستمر السجال ولن ينتهي لكن تبقى نظرية نصر حامد ابو زيد في التأويلات واحدة من محركات الفكر العربي المعاصر في هذا الحقل عدنا ويتفكرون والتفسير والتأويل ودكتور نصر حامد ابو زيد ومع ضيفية دكتور محمد حلمي عبد الوهاب من مصر ودكتور مصطفى تاج الدين من المغرب دكتور محمد هبدأ بحضرتك مسألة التفسير والتأويل عايزين نشرحها للمشاهد ايه الفرق ما بين الكلمتين طبعا عشان نضع المشاهد في سياق الفرق بين التفسير والتأويل هذا سيتم عبر ثلاث مستويات المستوى الأول هو المستوى اللغوي والمستوى الثاني هو المستوى الاستلاحي والمستوى الثالث هو المستوى الاشتقاق القرآني لللفزتين فباختصار التفسير لغة يعني الإضاح والتبيين عظيم وهو من مصدر الفسر فسر الشيئة أي وضحه وبينه أما التأويل فهو يعني الرجوع والعودة إلى الأصل ومنه الإيالة والإيالة هي بمعنى السياسة لأن الرعية تعود في أمورها إلى رعيها إلى حكيم ولذلك الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن عرف التأويل بأنه رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علما أو عملا أما التفسير فهو معروف يعني الطاهر بن عشور وضع تعريفا مختصرا في التحرير والتنوير للتفسير لأن هناك عديد من التفسيرات أو التعريفات كلها تهتم بالجانب الإجراء وليس بتعريف التفسير في حد ذاته فقال بأن التفسير هو اسم لعلم يبحث في بيان معاني ألفاظ القرآن الكريم وما يستنبط منها إما باختصار أو بتوسع وموضوعه القرآن الكريم إذن هو ينصرف فقط إلى طب والاشتقاء في القرآن نعم هذا المعنى المصطلحي ولكن لم نذكر المعنى المصطلحي للتأويل التأويل لديه تعريفات مختلفة عند الأقدمين وعند المحتثين عند الأقدمين بحسب ابن تيمية في رسالة الإكليل في المتشابه والتأويل يقول أن التعريف الأول هو تفسير الكلام وبيان معناه سواء وافق ظاهر اللفظ أم لم يوافقه وبذلك التفسير والتأويل وفقا لهذا الرأي مترادفان لا اختلاف بينهم أما التعريف الثاني فيقول التأويل هو نفس المراد من الكلام أو بالكلام بمعنى أن إذا كان المراد من الكلام طلبا فتأويله هو فعل الطلب إذا كان خبرا فهو الإخبار وبالتالي هذا المعنى يختلف إذن هناك درجات من أختلف يعني لازل نقول أنه فيه معنى ظاهر ومعنى باطن للكلمة بالضبط طب يعني أنا أخد بقى كلمة التأويل دي ولا حضرك عايز تضيف حالة الرودي لا فقط التعريف عند المتأخرين حتى تكتمل الصورة لدى القارئ الكريم هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح هذا معنى التأويل بدليل يقترن به وبالتالي المؤول الذي يمارس مسألة التأويل على النص يطلب منه شيئا الأمر الأول أن يبين احتمال اللفظ الذي يؤوله للمعنى الذي حمله عليه والمسألة الثانية أن يذكر الدليل أن يذكر الدليل الذي يرجح صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح يعني ما يقولش كده وبس لازم يجيب بالدليل بالضبط دكتور مصطفى إحنا أغلب المشاهدين وأغلب حتى المثقفين عندما يقال التأويل يظهر اسم ابن رشد يعني العام المعروف عننا كأن التأويل خلق أو ابتدع أو تمت صناعته عند ابن رشد هل التأويل له تاريخ في العصور الإسلامية الأولى يعني هل في حاول صحابة حاول مثقفون بلغة العصر أنهم يعملوا تأويل له تاريخ يعني هو التأويل بمعنى قديم وبمعنى جديد المعنى الأول للتأويل هو البحث عن المعنى المعنى الجديد معذرة لكن المعنى القديم للتأويل نجده في القرآن خلينا نعطي أمثلة بسيطة يعني يريد بردعش للمشاهد بردعف حينما نقول وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ما معنى تأويل الأحلام اعتقد الناس أن تأويل الأحلام بمعنى تفسيرها لكن في القرآن لا تعني التفسير حدوث الحلم واقع حصوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله عن القرآن يعني يأتي تأويل القرآن يعني يأتي ما أخبر الله به حقيقة أن يقع في صورة آل عمران ننزلنا عليك القرآن منه آيات محكمات وأخر متشابهات إلى أن قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمننا به ما معنى وما يعلم تأويله في السياق القرآني لا تعني تفسيرها تعني وما يعلم تأويله الله وما يعلم حدوث الغيب الذي أخبره الله به إلا الله الله هو الذي يعلم الغيب إذن الموضوع ليس موضوع تأويل أصلا حتى يحجر على التأويل ونقول أن الله هو الذي يعلم تأويل القرآن هو الله يعلم تأويل القرآن في القرآن بمعنى أنه يعلم الغيب الذي أخبره الله به بهذا المعنى بهذا المعنى يعني التأويل ليس عملية بحث عن المعنى هو حدوث ما يخبر به يعني مثلا لو قلت لإنسان من فضلك هل يمكن أن تفتح الباب؟ هو سؤال لكن أنا لم أسأله أنا أطلب منه أن يفتح الباب إذا قام إلى الباب وفتحه فقد أول الكلام يعني تأويل هو قد حدث الفعل حدث الفعل إحداث الفعل واقعا إحداث الفعل واقعا ولهذا ده معنى جديد أوي هو المعنى الأصلي إحنا دايما فهمين أن التأويل هو تفسير ولهذا عائشة في الحديث النبوي عائشة حينما كان الرسول يقوم بأفعال معينة ويسأل عن أفعال تقول يتأول القرآن ما معنى يتأول يعني يقوم بأفعال لكن حينما ظهرت المعتزلة حينما ظهرت مسألة البحث عن المعنى القرآني ظهرت إلى جانب التفسيرات اللغوية البسيطة للقرآن في كتب معاني القرآن ومجاز القرآن ظهرت فكرة أن النص يمكن أن يحتمل معاني أخرى تغيب عن الإنسان من هنا بدأ مفهوم التأويل يأخذ لبوس البحث عن المعنى الخفي أو المعنى الذي يتجاوز المعنى المباشر في هذا الإطار يمكن أن نؤرخ لظهور إشكالات التأويل وكذا مع ظهور الفرق الكلامية لكن قبله الناس كانوا يبحثون عن معنى المفردة فقط ما معنى الأب لو كانت واضحة قوي إذن لم تكن هناك مشكلة لكن أعتقد من كلام دكتور مصطفى أنه كان فيه مشكلة في المسألة فيه مشكلة في مسألة التفسير والتأويل وده اللي دعى نصر حامد أبو زيد أن يدخل كل تلك المعارك وأن يؤلف كل تلك الكتب في هذه المسألة فهل دكتور محمد انتصر التفسير على التأويل في تاريخ الإسلامي؟ أنا يعني عودا إلى النقطة التي أصارها الدكتور مصطفى المتعلقة بآية ألا عمران هي الآية المفصلية التي هي مناط الأمر في مسألة التأويل لأن الآية تقول هو الذي أنزل عليك القرآن الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ثم في آخر الآية يقول فأما الذين في قلوبهم زيغن فيتبعون ما تشابه منه افتقاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون أمن نبي إلى آخر الآية العلماء اختلفوا في حدود الوقف والعطف في هذه الآية هل نقول وما يعلم تأويله إلا الله ونقف؟ وبالتالي ينفرض الله سبحانه وتعالى بمسألة العلم بالمتشابهات أم نعطف الراسخون في العلم على الله وبالتالي يشترك الراسخون في العلم في معرفة التأويل الإشكال أن كلمة أخر هنا هي جمع كلا وبناء على العلماء يقولون أن الآيات المحكمات في القرآن هي الكسر الكسر بعضهم يقول تصل إلى 97% وبالتالي الآيات المتشابهات هي 3% فقط من القرآن إذن جوابا على سؤالكم حول هل انتصر التفسير على التأويل أعتقد أن الفارق بين الأمرين كالفارق بين الآيات المحكمات والآيات المتشابهات لجهة الكسر والغلبة هذه ناحية الناحية الأخرى أن التأويل يكون إما عن طريق العقل يعني إعمال العقل والنظري والفكري أو يكون عن طريق الكشف والذوق والعرفان وبالتالي عندنا فريقين كبيرين أو طيرين كبيرين في التراث الإسلامي اشتغل بالتأويل اشتغالا كبير هم المعتزلة من ناحية والصوفية من ناحية أين يقوم للإشكال في غلبة التفسير ما نظم أنه غلبة التفسير على حساب التأويل أن المنشور من التفسير أكثر بكثير من المنشور من التأويل لماذا؟ لسببين رئيسين أولا أن عدد كبير جدا من المخطوطات المتعلقة وأنا بحث في التصوف في التفسير ما يسمى بتفسير الإشاري الصوفي لم يظهر إلى النور أصلا بل إن معرفتنا بالتراث الإسلامي كله لا تزيد عن حدود واحد في المنشور بناء عن المخطوطات الموجودة نحن لدينا في العالم الإسلامي ما لا يقل عن 2 إلى 3 مليون مخطوط لم يطبح حتى الآن لم يرى النور جميع ما نشر من الكتب المحققة من التراث الإسلامي لا تزيد عن 16 أو 20 ألف كتاب فقط إذن معرفتنا بالتراث ما زالت ناقصة نسبة قليلة جدا بالضبط والتراث الإسلامي دكتور هو سلاس أنواع حتى نقرب صورة إلى المستمع هناك علوم الآلات اللغة والنحو والصرف والبيان وما شابه وهناك علوم الغيات الفقه وأصول الفقه ومقصد الشريعة المتعلقة بالتشريع وهناك علوم الحكمة علوم الحكمة اللي هي التصوف والفلسفة وما إلى ذلك الإشكال في غلبة التفسير على التأويل أن هناك جانب في التاريخ الإسلامي حكم على التأويلات من منطق عقدي فقط بمعنى أن هذا التأويل صالح وهذا التأويل فاسد وضمن ما يسمى بالتأويل الفاسد يدخل تراث الشيعة كاملا وتراث الطيرات الغنوصية والبطنية في الإسلام وبالتالي لا أحد يقترب أعتقد أننا قد فهمنا الآن الفرق بين التفسير والتأويل ولكن السؤال الأهم كيف سيكون التأويل طوق نجاح للفكر الإسلامي وهو ما حارب من أجله وكتب من أجله دكتور نصر حامد أبو زيد هذا هو سؤالي وننتظر الإجابة بعد الفصل عدنا ويتفكرون والتفسير والتأويل ودكتور نصر حامد أبو زيد ومع ضيفية دكتور محمد حلمي عبد الوهاب من مصر ودكتور مصطفى تاج الدين من المغرب وكنا فسرنا دكتور مصطفى أو فرقنا ما بين التفسير والتأويل لكن الوقت المشاهد هيسأل يقولك طب والحرب الطويلة دي أو إن إحنا الرغبة الشديدة في أن التأويل ينتصر أو نعود إلى مسألة التأويل أو نديها مساحة كبيرة ده هيفيدنا في إيه؟ هيفيدنا في قراءة التراث في إيه؟ هيفيدني أنا كمواطن في تغيير عقلي قد إيه؟ عشان نخرج بيها من مدرجات الجامعة بس للناس بالنسبة لنصر حامد أبو زيد يرى أن الحضارة الإسلامية حضارة نصر وحضارة الإغريقية أو الحضارة الأوروبية ذات الميرات الروماني الإغريقي حضارة عقل إذن إلى أي مدى يمكن أن نستفيد منها من النص لكي نبني حضارة وننهض هنا تأتي قناة تأويل لكي لا نفلسف الموضوع نعطي أمثلة بسيطة يعني كيف يمكن للنص أن يقوم بفعله التاريخي في تقدم أمة من الأمم نحن لا نتحدث عن صحة كوننا حضارة نص أم لا نحن نتحدث عن واقع فعلا الحضارة الإسلامية تدور حول نصها الموحى هذا واقع لأن النص مهم لكن إذن كيف يمكن أن ننطلق من هذا النص لكي نقوم بتفعيل وضعنا الحضاري بين الأمم لنعطي مثال كيف يمكن لغياب التأويل أن يخلق أمة متخلفة وكيف يمكن لإعمال التأويل أن يخلق أمة متقدمة مثلا العقل الإسلامي الذي تعامل مع النص يمكن توزيعه إلى ثلاث جزر عندك عقل البيان وعقل البرهان وعقل العرفان بتقسيمة الدكتور محمد عبد الجابري عقل البيان هو العقل اللغوي والمشكلة هو العقل الذي سيطر على المعارف الإسلامية المثال حينما يقول القرآن ألم تر إلى الإبل كيف خلقت التفسير سيدخلني في سجن اللغة لماذا كيف هل هو السؤال سؤال مباشر أم سؤال بلاغي هل المطلوب جواب لماذا الإبل وليس الجمال ويمشي ويضيع الوقت والجهد في حل ألغاز اللغة يعني سجن اللغة سجن البيان لكن في الحقيقة التأويل هو أن تقوم إلى الإبل وتأتي بها إلى المختبر وتقوم بعملية تشريح كيف خلقت ألم تر إلى الأرض كيف سطحت كيف سطحت هذه الأرض مع أنني أعلم أنها كروية إذن ينبغي أن أتسأل عن هذا وأقوم بفعل تأويلي للنص لأن فعل التأويل في نظرية الجرايس اللغوية فعل التأويل وفعل كلامي لأن سجن اللغة ودخلنا في أن فقهاء معاصرين قالوا الأرض مسطحة بناء على هذا الكلام ولن نصدق أنها كروية المهم أن فعل التأويل هو إحداث فعل ما بسبب النص وليس قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قولكم دعوة صريحة لو أعملنا التأويل إلى تفعيل الأنتروبولوجيا ودراسة التاريخ وهذه الأمور كلها غائبة في الوسط الحضاري الإسلامي لأن التعامل مع النص كان تعامل بياني تعامل ربما أن يكون أيضا تعامل عرفاني مبني على الذوق لكنه لا ينتج فعلا حضارية إذن عملية إنتاج الفعل الحضاري من خلال النص تمر عبر قناة التأويل هل كان مجرما التأويل طوال الوقت دكتور محمد حلمي عبدالوهاب وهل القرآن حمال أوجه التي قالها علي بن أبي طالب هل دي مش دعوة للتأويل أو تحمل معنى التأويل هو بشكل عام القرآن دعا في كثير من آياته إلى التدبر ونحن في برنامج اسمه يتفكرون من آية قرآنية فالذي غاب أحيانا عن مشروع نصر حامل أو خطاب نصر حامل أبو الزيد هي فكرة التدبر التدبر في القرآن تدبر التدبر نعم تدبر آيات التدبر في القرآن كان يمكن أن ينطلق في خطابه الذي يشرعن فيه مسألة التأويل من دعوة القرآن الكريم إلى التدبر وإعمال العقل في كل شيء نحن نقول أن الكون هو كتاب الله المنظور والقرآن هو كتاب الله المصدور وبناء عليه كان يمكن حتى أن يستفيد من الكتابات الحديثة مثل كتاب الفلسفة القرآنية للعقاد مثل كتاب القرآن والفلسفة لمحمد يوسف موسى الذي أنا قدمت له في مشروع مكتبة الإسكندرية لكن الإشكال الذي أود أن يطرح هو هل كان نصر حامل أبو الزيد حامل مشروع أم حامل خطاب؟ لأن هذا هو مربط الفلس وما الفارق بينهم؟ الفارق بينهم من النقطة التي حضرتك أشرت إليها هي فكرة الواقع مركزية الواقع هل المشروع يجد تكسيدا له في الواقع؟ أم الخطاب يظل معلقا في الفضاء النخبوي والسجال النخبوي؟ أنا أعتقد أن مقارنة رؤى نصر حامل أبو الزيد مع رواد النهضة الأوائل الذين انتقدهم بالمناسبة مثل محمد عبد وطحسين وقاسم أمين تشي بأن الفكر العربي المعاصر انتقل منذ الستينات القرن الماضي أو السبعينات على الأقصى تقدير من المشروع إلى الخطاب أي إلى السجال النظري أكثر من أن يجد له في الواقع ممكن معارك الواقع يا دكتور محمد خلت دكتور نصر أبو زيد يغرق في مسألة السجالات الفكرية نتيجة المعارك التي حدثت ولم يتفرغ لمشروعه الحقيقي بالضبط وأنا أعتقد أن إشكالية التفكير التي وقع عليها هي جنت على خطاب نصر حامل أبو زيد يعني كانت فرامل بالضبط والدليل على ذلك إذا قرنت مستوى نصر حامل أبو زيد في تعطيه مثلا مع الاعتزال ومع الصفية في أطراحتي الماجستير والدكتوراه وما بعد حادثة أو محنة تكفيري ستجد أن المسألة مختلفة كان في كتب كتير عبارة عن تجميع مقالات والمقالات عبارة عن دخل في سجال وأحد الإشكالات التي عابها الطيار العلماني على نصر حامل أبو زيد أن دخوله في سجال مع رجال الأظهر والطيار الديني جعله ينصرف عن التراث الفكري عوض عن أن ينشغل بتحليل مفرداته أعتقد أيضا سؤال مهم أيضا لدكتور مصطفى تارددين وأعتقد المشاهد دلوقتي قاعد يفكر التأويل طيب هيوافقك على مسألة التأويل لكن هيقولك بالبلدي كده أو باللغة العامية بتاعتنا هو بقى لكل من هب ودب يؤول المسألة لابد أن تدخل دائرة الاختصاص هنبقى عاملين زي مجلس الملالي كده أو مجلس مختص بالتأويل يعني عشرة كده قاعدين نبديهم النصوص يأولوها ونحن نستقبلها هل التأويل مباح ومتاح لأي شخص؟ حينما أتى الشافعي تلميذا أو شابا يافعا إلى الإمام مالك لم يقل له الإمام مالك أنا المختص لا تناقشني في الموطأ عملية الاختصاص المعرفة الدينية غير موجودة لأن الدين ليس اختصاص التعامل مع الوحي ليس اختصاص أولا لو كان التعامل مع لو كان الوحي يحتاج إلى اختصاص صارم طبعا هناك حد معين من المعرفة يحتاجه المقارب للنص اللغوي والقرآن نص لغوي لكن لو كان يحتاج إلى اختصاص صارم ومحدد بشكل كهانوت ما أو بشكل علمي ما لننزل برموز نحن نعرف أن المنطق عبارة عن لغة لكنه تم ترميزه لكي يدخل إلى دائرة الاختصاص علم الرياضيات يمكن أن نعبر عن المعلومة الرياضية بلغة عادية لكن نحتاج إلى الرموز لاقتصاد المعرفة ولهذا فالقول في الوحي هو قول في الفهم والقرآن لم ينزل إلا ليفهم ولهذا فهو مشأم يعني يجوز للناس أن يقول في القرآن بمفاهم على أساس أنه نص لغوي وليس على أساس رؤية شخصية ما ينبغي أن تنطنق من الآية مثلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه هل منه من القرآن؟ يعني منه آيات أو هو الذي أنزل عليك الكتاب منه أي من الله إذن إذا تعاورت على الآية فهمان بسبب اللغة الفهمان مقبولان ولهذا الإمام الشاطبي ماذا قال؟ الإمام الشاطبي قسم فهم الشريعة فهم الدين إلى قسمين هو نفس تقسيم الموجود الآن في كل العالم بين البحث العلمي والتكنولوجي ينبغي للبحث العلمي أن لا يتوقف لكن حينما أعتصر من البحث العلمي تكنولوجيا معينة فإنها ستخرج للتطبيق وسيبقى النقاش العلمي مثلا الجاذبية أو النظرية النسبية أينشتاين لن يتوقف النقاش حولها لكن هذا النقاش قد يخرج بتطبيقات معينة ولهذا الإمام الشاطبي قال ينبغي على الخلاف النظري في الشريعة في التفسير في الأصول ينبغي أن يستمر لكن إذا تحدثنا عن تطبيق قانون ما عن تطبيق معين ما ينبغي أن نرى هل يصلح للناس أم لا يصلح لكن الخلاف النظري ينبغي أن يستمر إذا لا نتوقف بسبب الاختصاص ينبغي أن لا نتوقف عن النظر في الدين عن فهم الدين عن فهم النص التعامل معه ومحاولة استخراج شئين أنا أعيش بردو تأكيد من الدكتور محمد حلمي مسألة الاختصاص مسألة الفزاعة التي دائما يرفعها في وجوه الناس رجال الدين الدين علم مسألة التأويل ليست مباحة لأي شخص نعم أنا أختلف قليلا مع صديق الدكتور مصطفى أن التفسير يختلف عن التأويل إذا كان التفسير يصلح للعوام فإن التأويل خاص بالخوص ومنطوق الآية يفيد بذلك لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم بمعنى أن التفسير هو مشاع بين الناس ويهتم به الناس على اختلاف ألسنتهم وألوانهم أما التأويل فهو اختصاص لمن لديه القدرة على التأويل من العلماء وهذا لا يعني بطبيعة الحال أننا أمام مجلس ملاليا أو أمام لأن في الإسلام تشكل بنية العلماء لم تكن تغضع لقرار سياسي ولذلك الاختلاف في الآية القرآنية وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تتزاعتهم في شيء فارضوه إلى الله وإلى الرسول على اعتبار أن لفظة أولي الأمر كانت دائما في الأول يقال أن العلماء هم الأمراء ولما جاء المأمون وأحدث المحنة المتعلقة بمحنة خلق القرآن هي كانت سياسية أكثر منها دينية طب برضو يعني لو حد قال الدكتور محمد حلمي طب مسألة العلماء إيه المعيار بتاعها لو هو المسألة فيها مساواة بين كل العلماء هيبقى المسألة الرأي واحد لكن ده فيه أراء متطرفة طلعت ممن نسميهم علماء يعني على سبيل المثال أمير الجهاد عمر عبد الرحمن حاصل على الدكتوراه داخل المؤسسة الدينية هل عندما يؤول أستقبل كلامه بما أنه مختص أستقبله استقبال الفرحين أو استقبال أنه صحيح بطبيعة الحال لا لأنه أولا هناك ما يسمى بالإجماع طبعا هي محل خلاف ودكتور مصطفى يعلم ذلك جيدا ولكن الإشكال في المسألة أنه فتح قوس أو فتح التأويل على آخره هو يفتح الباب أصلا لهؤلاء حتى يستغلوا هذه المسألة وإغلاقه على آخره يحيلنا إلى دولة دينية تتحكم فيها الأصحاب العمائي فنحن نحتاج إلى الإختصاص فتح وجهتين نظر وأعتقد أن الدكتور مصطفى عايز برضو تعلق لكن بعد الفصل عدنا ويتفكرون ودكتور نصر حامد أبو زيد ومسألة التأويل ومع ضيفية دكتور محمد حلمي عبد الوهاب من مصر ودكتور مصطفى تاج الدين من المغرب وفي الفاصل أو قبل الفاصل كان فيه وجهتها النظر ما بين دكتور مصطفى ومبين دكتور محمد حلمي حول مسألة الإختصاص أو التأويل من يؤول وأعتقد دكتور مصطفى تاج الدين عايز يعلق على هذه المهمة لا يبدو أن هناك خلط بين مفهوم الاختصاص ومفهوم المعرفة أنا لا أتحدث عن المعرفة لأنني قلت ينبغي أن يكون هناك حد أدنى من المعرفة حينما نؤوله النص لكن الاختصاص ليس واجبا ليس واجبا أؤول نص لأنني مختص في الشريعة ويمكن أن أكون مختص في الشريعة وأنتج تأويلات تعود على النص بالإبطال وتؤدي إلى مشكلات تحدثتهم عنها لأن بالنسبة لي أهم النظرة للتطرف الديني دكاية رسالة الدكتوراه دكاية رسالة الدكتوراه عن صورة معينة في القرآن وكتاب عبد الله عزام الفريضة الغائبة هذو علماء مختصين في الشريعة إذن ينبغي أن نميز بين الاختصاص والمعرفة أنا أقول المعرفة بمعنى أنك تتعامل مع النص أنه يوحى إليك يعني هذا النص هذا الكتاب موجود مثلا أعطي مثال في قوله تعالى مثلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إذا جاء عالم اجتماع وقال أنا بالنسبة لمفهوم الإكره درست في علم الاجتماع أن هناك أنواع متعددة للإكره هناك إكره اجتماعي يؤدي إلى السلوك معين في النظرية السلوكية في علم الاجتماع ويمكن أن يأخذها ويطورها ويبني عليها تأويل في نظرية علم الاجتماع ينبغي أن لا نقول له لست مختصا في علم الشريعة لكي تنتج قولا في القرآن إذن مفهوم الاختصاص هو مفهوم فئوي لكن مفهوم المعرفة مفهوم قائم على الكفاءة وليس على الفئة طيب لو التأويل ده يعني إيه الضمان أن التأويل لن يتحول إلى نفعي يعني لمصلحتك الخاصة يعني ممكن يقولك أنت هتأول أو هتلوي عنق الكلمة لمصلحة خاصة في نفسك يعني إيه اللي هيفرق لي يعني إيه الخط الفاصل هو من الصعب أن نميز هنا هناك أخلاق العلم والأمر يعود إلى المؤول في نهاية المطاف لكن لا نستطيع أن نستعمل الضابط الأخلاقي لمنع التأويل سليم في انتقادات دكتور محمد على دكتور نصر حامد أبو زيد واحد رأيك ذكرت بعضا منه يعني مثلا أنا أكتبس من قول علي حرب يقول خطاب نصر أبو زيد يناهض الأصولية ولكنه يقف على أرضيته نعم واتهمه بالتلفيقية رد حضرتك على المسألة دي وبرضو هاخد منه دكتور مصطفى رد على الحكاية دي طيب هو نصر حامد أبو زيد منتقدوه فريقين فريقاني فريق الأول خصومه الإسلامية دي مفهومة تمام الفريق الآخر هو الفريق الذي يشاطره نفس الهم المتعلق بالتجديد والتأويل وملا ذلك وهذا الفريق يعني كما ذكرت من أكثرهم نقدا ونقدا موضوعيا بالمناسبة هو علي حرب في كتابين النص والحقيقة والاستلاب والارتداد الإسلام بين جارودي ونصر حامد أبو زيد وهناك ست نقاط أساسية تتعلق بنقد هذا الطيار النصر حامد أبو زيد النقطة الأولى هي أن القراءة النقدية أو القراءة الزيدية للقرآن طبعا نسبة إلى أبو زيد لا تختلف عن قراءة الأصودي لماذا؟ أولا لأنه أبقى على نفس اللغة الموارائية الغيبية التي هو أصلا عابة على المفسرين والمؤولين اعتمادهم عليها فمشروعه يقوم على التحرر منها لكنه عاد واستخدم فيها يبقى دي الكلمة اللي قالها علي حرب هنا بالضبط الشيء الثاني علي حرب يقول أن تصور أو فهم نصر حامد أبو زيد للدين ما هو إلا خداع للذات وحجب للحقيقة ويقول أيضا أنه نصر حامد أبو زيد هو أصولي في بنية تفكيره ولكنه علماني في مستوى المصرح به إذن هناك مستويين عند نصر حامد أبو زيد لأنه لم يستطع أن يتخلص من الأصولية التي تربى عليها ولا بد أن نرجع إلى الصياق الذي نشأ فيه نصر حامد أبو زيد المسألة الأخرى هي أن قراءة نصر حامد أبو زيد قراءة تلفقية على الأقل من ناحية المنهج وأنا أتفك معها قلبا وقالبا لماذا؟ لأن مفهوم النص الذي يقدمه نصر حامد أبو زيد واقتصر فقط على الناحية اللغوية لم يوسع من استخدامه لمفهوم النص حتى يتترك إلى الناحيتين التي أشار لهم الدكتور مصطفى الناحية البيانية والناحية العرفانية لم يشر إليهما نصر حامد أبو زيد أيضا ارتكن أبو زيد ارتكانه فقط إلى القراءة اللغوية للنص جعلها تفقد الدلالة المعنوية للنص لدرجة أنه لما نقارن بعض اجتهادات نصر حامد أبو زيد بالقراءات الأصولية القديمة عند الشاطب وزاركش وغيره نجدها أنها أكثر تقدما من نصر حامد أبو زيد النقطة الرابعة تتعلق بأن تم تتعارض لدى خطاب نصر حامد أبو زيد فطارة يقول أن الغيبيات أو فهم الغيبي للقرآن يحول دون التأويل والتحرر وطارة يقول أنه اعمال التأويل أو اعمال العقل في التأويل لا يتعارض مع مصدرية النص القرآنية النقطة الخامسة أنها قراءة عادية بحسب أركون أركون يقول أن قراءة أبو زيد لا تختلف عن القراءة المركزية التي قدمها طيب تيزيني والتي قدمها حسين مروى ولا تختلف عن القراءة الإبستمولوجية التي قدمها محمد عابد الجابري وإذا قررنا نصر حامد أبو زيد مع أركون نجد أن القراءة الأركونية معنى أن يختلف معها قلبا وقالبا بالمناسبة تشتغل على سلاس سياقات وليس على سياق واحد هو السياق اللغة الذي اكتصر عليه نصر حامد أبو زيد السياق اللساني وهو اكتشاف النظام المعرفي أو اللغوي في النص القرآني والسياق الأنتربوليجي والذي يكشف عن البنى الأسطورية في النص والسياق أو اللحظة التاريخية التي تحاول أن تكشف عن حدود المفسرين على اختلاف تفسيرهم آخر نقطة في هذه المسألة أن صراع نصر حامد أبو زيد مع القيادات الأزهرية كما قلت وذكرت سابقا جعله ينبز هذا الفكر عوض أن يدخل معه في سجال في ناحية التحليل بالضبط طبعا هي النقاط كثيرة التي ذكرها وطبعا للحلقة وطل الحلقة لن يسمح بالرد على نقطة نقطة لكن ألا ترى أن كلمة التلفيقية كلمة قاسية نوعا ما على منهج نصر حامد أبو زيد جدا جدا في الحقيقة إن الرجل في مقدمة مفهوم النص يقول أنا سأشتغل بالأدوات التي أعرفها هي أدوات اللغة والسيميوتيقة ولا يعيب المفكر حينما يحدد الإطار المنهاجي ممكن نشرح المصطلح سيميوتيقة السيميوتيقة هي هي البحث في العلامات البحث في العلامة ومعنى العلامة مثلا كلمة قف ماذا تعني هل بوصفها لغة بوصفها لغة تعني قد تعني أن تتوقف وقد تعني أن تقف أن تقف واقفا واقفا يعني ماديا يعني نعم ولكن علامة تعني رمز في الطريق عظيم نظرية العلامة المهم بالنسبة هو حدد إطار المنهاجي أنه سيشتغل بالمفاهيم اللغوية لا أستطيع أن ألزمه بما لا يلزم وأن نقول له لماذا لم تتحدث أيضا عن البنية الأسطورية في القرآن لأنه لا يريد أن يكفر مرتين لأن البحث بحث أركون في البنى الأسطورية في النص قد تؤدي إلى أكثر من التكفير لأن موضوع خطير جدا البحث في أساطير القرآن وعلاقتها بالأساطير الرافدينية إلى آخره ويمكن الباحث الذي يعيش خارج الوطن العربي غير الباحث الذي يعيش داخل الصراع نفسه وينبغي أن نعرف أن بقاء نصر حامل أبو زيد في إطار ما يسميه علي حرب وأرجو أن لا يكون لأن بالنسبة لي أنا علي حرب يبدو أن جزء من ممارسة التفكيكية لمشاريع فكرية أخرى لها علاقة أصلا باسمه يعني هو ما اشتغلش بس على نصر حامل أبو زيد فقط هو حرب دائمة على المشاريع الفكرية المحيطة به لأنه يقوم بعملية التفكيك وإذا بحثت عن الخطأ ستجده إذا بحثت عن النقص ستجده بشكل مؤكد إذا النصر حامل أبو زيد ينبغي أن لا نلزمه بما لا يلزم بنيةه الأصولية هو من المحال أن نصف نصر حامل أبو زيد بأنه أصولي في التفكير لكنه بقي مسلما وهو يعتز بذلك ما زلت أذكر أنه في يعني قبل وفاته كان في محاضرة في ألمانيا ودعي إليها مع الأستاذة هذه البنغلاديشية نسرين تسليم نسرين ودعيت إليها أيضا هذه الصومالية ورفض الدعوة وقال أنا لم أتي إلى أوروبا لكي أجلد ديني إذن فهو يقوم بعملية نقد من داخل المنظومة وبشكل قوي يحمد له ذلك وهو منسجم مع ذاته أنا سأنطلق من منهج لغوي أنا لا أريد أن أشكك في قدسية القرآن بأنه نزل من السماء على النبي أنا لا أريد أن أشكك أنا أريد أن أفعل هذا النص لكي أحرر عقل المسلمين انتهى مشروعي هنا وأعتقد أنه يكفي نصر حامل أبو زيد كتاب مفهوم النص لكي نتحدث عن مشروع فكري أنا لا أحتاج إلى سبع كتب أو عشر كتب لأتحدث عن مشروع أنا أتحدث عن مشروع فكري إذا توفرت فيه إذا توفر فيه شرطان شرط المعرفة وشرط الإيقاظ أنه عنده رسالة وظيفية استفز العقل بعت رسائل عمل الإيقاظ هذا هو المطلوب في أي مشروع فكري مهما كان ومهما اختلفنا معه أو اتفقنا معه عنصر المعرفة وعنصر الإيقاظ إذا توفر العنصران يمكن أن نتحدث عن مشروع فكري مسألة الغرق في السجال دي لم تعطل هذا المشروع كان ممكن يبني عليه كان ممكن يعمل أكتر وأكتر في مسألة العمق بتاع المشروع ممكن أن يقوم ممكن أنه استنزف في السجال لكنه لم يخلل لكنه مكره أخاك لا بطل يعني كان مكرها على ذلك وربما لم يجد ربما لم يجد في المحيط الذي أحط بنصر حامل أبو زيد من يقوم بتوجيهه هذا التوجيه ويقول له ألا يستهلك قواه في السجال ويتجه إلى إنتاج خطاب أكتر عمقه هل تليك أي تعليق ولا يعني لي تعليق أولا مسألة التلفقية هو أصلا نصر حامل أبو زيد انتقد الطيارات أو التأويلات المعاصرة بأنها تلفقية وقع في نفس الإشكال يمكن آه ده تفسير فعلا للكلمة يعني اللي انت حضرك اخترتها ودكتور مصطفى رد بأن المسألة يعني كان فيها جهد كبير وهو اعتمد من داخل الدين اشتغل من داخل الدين ويمكن الناس اللي طلبت منه أنه يخرج من هذا السياق كانت بتطلب منه سأفة أعلى هو مش عايزه نعم وفي حالة مشابهة أيضا وقعت في الإمارات عندما أدونيس أيضا يعني رغبة في نوبل وغيرها يعني أخذ يتحدث عن القرآن بشكل مخالف وتصدى له نصر حامل أبو زيد تصديا كبيرا ولكن في مرحلة أنا أريد أن أوجه ليها أنه نصر حامل أبو زيد انتقل من النظر إلى القرآن بوصفه نصا إلى وصفه خطابا وهذه المرحلة المتأخرة في حياة نصر حامل أبو زيد تقترب به من رؤية أركون وبالتالي طب نحاول نفرأ المشاهد لأننا قدامنا تلت دقيقة ما بين الخطاب والنص نعم نظر إلى القرآن الكريم بوصفه نصا على اعتبار أنه وحي أحيى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجد سبيله بعد يعني انتقل من التنزيل إلى التأويل عندما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار بعد ذلك في كتاب بين دفتين كتاب هو المصحف المتعرف عليه أما أبو زيد في آخر حياته يقول أنه انتهى إلى أنه يعني صغرك وقتا كبيرا لا قبل وفاته مباشرة في آخر ربما سنة أو سنة ونص يقول نصر أبو زيد أن أصالت نص القرآن بمثابة نزع الروح للقرآن وأنه قطع شوطا كبيرا في النظر إلى القرآن بوصفه نصا وأنه أخطأ في ذلك وكان عليه أن ينظر إلى القرآن بوصفه خطابا والنظر إلى القرآن بوصفه خطابا أن أبو جد نظري هو يقترب من أطروحة أركون وستسبب في إشكالات كبيرة أكثر من التي كان تسبب بها نصر أبو زيد في مصر لم يمهله القدر حتى يعني سنة ونص أو فترة البسيطة قبل رحيل نصر أبو زيد كان من الممكن أن يبني عليها أكثر وأكثر وده مش عيب في المفكر إنه ممكن يقعد سنين إحدى ميزات نصر حامد أبو زيد أنه يتطور يراجع نفسه إذن دكتور نصر حامد أبو زيد حتى بعد وفاته يطرح أسئلة أكثر وأكثر ومشروعه الفكري وهو صاحب مشروع فكري لا خلافة في ذلك من الممكن أن تكون هناك بعض مقاط النقد من الممكن أن لم يكتمل مشروعه لأنه وضع في حرب مصعورة حتى التفريق ما بينه وبين زوجته حاجة لم يسبق لها مثيل في المثقفين لا المصريين ولا العرب ويظل دكتور نصر حامد أبو زيد طارحا للأسئلة ومع جزيل الشكر لضيفي دكتور محمد حلمي عبد الوهاب من مصر شكرا لك أنا مرحبا شكرا ودكتور مصطفى تاج الدين من المغرب شكرا لك وحلقة جديدة وأسئلة جديدة ويتفكرون ترجمة نانسي قنقر